بالعلم بل بالأدب تنهى لأعلى الرتب عشت حياة العلماء وطرق صنوب الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بكم أحباء طلاب الصف الثاني المتوسط في شرح مادة الرياضية درس جديد اليوم معنوان جمع الأعداد النسبية زاد المقامات المختلفة وطرحها وده مختلف عن الدرس السابق أن الدرس اللي فات نجمع الأعداد النسبية زاد المقامات المتشبهة وطرحها النهاردة زاد المقامات المختلفة هنشوف إيلا هنتعلمه وإزاي هنتعامل معها إن شاء الله أهلا بكم أحباء طلاب الصف الثاني المتشبهة بعض المقادير التي تحتاج إليها لعمل طبق ملكي إيه هي المقادير يا شباب عندنا اتنين على تلاتة كوب سكر عندنا اتنين على تلاتة كوب سكر بني واحد على اتنين كوب زبط طري واحد على اتنين أو نص كوب زبط صلب ونص ملعقة خميرة ونص ملعقة ملح صغيرة طيب نيجي نشوف الأسئلة المطلوبة مننا وإزاي هنبدأ نحلها أول سؤال عندنا ما مقامات القصور المبينة المقام طبعا مقصود بيه عندي هنا اتنين على تلاتة مين المقام ها الاتنين ولا التلاتة ممتاز التلاتة فالمقام الأول تلاتة طيب الكسر اللي بعده برضو اتنين على تلاتة هيبقى المقام تلاتة يبقى احنا عندنا احد المقامات الموجودة هيكون تلاتة يبقى المقامات القصور المبينة تلاتة طيب ده واحد هنا واحد على اتنين واحد على اتنين فكلهم اتنين المقام اتنين هل في حاجة تانية غير الاتنين لا ما المضاعف المشترك لهذه المقامات وهنا بقى عندنا وقفة مهمة يا شباب وهذه ضرورية على حتة المضاعف المشترك الاصغر لأي عددين مضاعف المشترك الاصغر أنا عندي التلاتة واتنين في طريقتين ايه هي الطريقتين التلاتة بكتب مضاعفات التلاتة يعني ايه مضاعفات التلاتة يعني بضرب التلاتة في واحد تلاتة في اتنين ستة في تلاتة بتسعة في اربعة اتناشر في خمسة خمستاشر وهكذا خوائز؟ طيب وبعدين عندنا الاتنين اتنين في واحد باتنين اتنين في اتنين باربعة اتنين في تلاتة ستة في اربعة بتمانية في خمسة بعشرة وهكذا هنلاقي في مضاعف مشترك اصغر اوه ليه اصغر؟ لان لسه في مضاعفات تالي هتتكرر فعندنا ميم مضاعف مشترك اصغر هيساوي ستة ماشي يا شباب؟ طيب دي طريقة في طريقة تانية اللي هي بطل استخدام التحليل وهنتكلم فيها يعني مثلا ما عايزين الاربعة والستة بتحلل للاربعة العوامل الاولية الاربعة كم بكم اللي اضربه في بعض يدين اربعة اتنين واتنين طيب خلاص كده انتهت لان الاتنين عدد اولي ليس لها قاسم فتبقى اتنين ضرب اتنين نيجي لالستة هنا الستة اتنين ضرب ثلاثة جميل دي طريقة غير ان انا اكتب مضاعفات الاربعة ومضاعفات الستة طيب بعدين عايزين ميم ميم الاف هتلاحظ ان احنا عندنا اول حاجة في اتنين مكررة كتب مرة واحدة طيب البي ده مكرر لا يكتب كامل يعني عندنا اتنين ضرب اتنين ضرب ثلاثة فتبقى اتنين ضرب اتنين اربعة اربعة ضرب تلاتة اتناشر يبقى القاسم المشترك او المضاعف المشترك الاصغر ما بين اربعة وستة هو كام اتناشر طيب يبقى المضاعف المشترك الاصغر للتلاتة والاتنين هيكون ستة اوجد المجهول انا عندي واحد على اتنين يساب عشان تكون الكسور متكافئة يا شباب على ستة ماشي لازم العدد اللي هضربه في البسط هو نفسه اللي هضربه في المقام طيب هو عايز هنا هتبقى كام انا اولا اتنين بقت ستة طيب ضربت في كام فمن ممتازي يقول رائع يا ابني فعلا ضربنا في ثلاثة وزي ما ضربنا في المقام في ثلاثة لازم اضرب البسط برضو في ثلاثة واحد ضرب ثلاثة بتلاثة يبقى المجهول هنا هيكون ثلاثة يبقى دي فكرة المضاعف المشترك الاصغر خلينا نشوف الكلام ده ازاي هنستخدمه في حل الامس اول مثال اوجد الناتج في افسط صورة ونأكد على افسط صورة عشان التبسيط بعد حل الاجابة عندنا واحد على اربعة زائد سالم اتنين على تلاثة طبعا في الدرس اللي فات كانت المقامات بتيجي جهزة متشابهة فكنا بنجمع او بنترح على طول على حسب السؤال لكن في الوقتي المقامات مختلفة فلازم القاعدة الاولى او الخطوة الاولى ان انا اخلي المقامات متشابهة وبعد كده ابدأ اجري عملية الجمع او الطرح كالمعتاد بدون اي اختلاف طيب اول حاجة لازم اجيب ميم ميم سواء هتجيب مضاعف مشترك او مش هتجيب مفيش مشكلة بس الارقام هتبقى كبيرة شوية يعني لو ضربت المقامات في بعض الارقام هتبقى كبيرة شوية وفي نفس الوقت هتبقى التبسيط صعب عليك شوية لكن مش غلط لكن مش غلط يبقى المضاعف المشترك الاصغر ما بين المقامين هو اتناشر وهم برضو لو ضربتهم في بعض هيبقى اتناشر طيب يبقى المقامات هتبقى هنا اتناشر هنا اتناشر جميل يبقى يبقى الغد بقى 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 الغد المقامات بقت متشبهة بقت شبه الدرس اللي فات يبقى نبدأ نجمع ونطرح على حسب الإشارات المقام ما له هيتغير لا يفضل 12 زي ما هو 3-8 إشارات متشبهة ولا مختلفة مختلفة يا أستاذ نجمع ولا نطرح رائع نطرح 8-3 خمس طيب الناتج موجب ولا سالب حسب إشارة الكبير الكبير 8 يبقى الناتج سالب 5 على 12 واتفقنا أن سالب 5 على 12 هي نفسها 5 على سالب 12 هي نفسها سالب 5 على 12 ثلاثة نفس بعض يبقى أول حاجة لازم أخلي المقامات متشبهة وبعد ذلك أبدأ أعمل عملية الجم أو الطرح على حسب الإشارات الموجودة عندي يبقى أجابة السؤال الأول يبقى سالب 5 على 12 السؤال الثاني سالب 8 على 63 ناقص سالب 7 على 99 قبل ما نتكلم في الإشارات وزاي هنتعامل معها نحل المشكلة الأولى وهي المقامات يعني عند مشكلة المقامات أهم شوية من الإشارات دلوقتي يعني نبدأ واحدة واحدة الباقي نحن عارفينه وحوظينه وتعالى تدربنا عليه في الدرس اللي فات عندنا أرقام كبيرة زي كده واحد يقول ما نحن ضربنا 4 على 3 على طول وطلعت 12 صح مش غلط ممكن تدرب 63 في 99 صح مش غلط بس زي ما انت شاف أرقام كبيرة يعني هي 99 كبيرة أصلا و63 فعم بالك هم تدربون في بعض طيب يعني للتسهيل شوية هنجيب المضاعف المشترك الأصغر واحد ممتاز حفظ جدولة ضرب يقول لنا مسألة 63 كم ضرب كام المفروض أن هي 7 ضرب 9 وال9 دي 3 ضرب 3 يعني 63 نقدر نكتبها كده أنت لو عايزت أنت لو عايزت تعملها تحليل طبعا التحليل في شكلين هو شكل الشجرة ده نحن نشتغل به هنقول 7 ضرب 9 وال9 وال9 3 ضرب 3 يبقى 3 ضرب 3 ضرب 7 طيب 1 9 9 3 ثلاثة 3 دار ثلاثة يبقى 99 ثم laczego 11 ضرب 3 ضرب 3 نجي نجيب ميم ميم ألف في حاجة مقرر A عندنا هنا في 3 في 3 كمان ضرب المش مقرر 7 وال11 طيب 3 ضرب 3 9 9 ضرب 7 63 هنا في ميزة في ضرب أي عدد في 11 63 ضرب 11 تكتب الثلاثة وتسيب فراغ وتكتب الثلاثة حل 63 هتجمع ثلاثة زائد 6 هيساوي 9 ثاني الخاصية دي عندما تضرب عدد مقاوم من رقامين في 11 مش في أي رقم تاني تكتب الثلاثة تكتب الثلاثة وتجمع ثلاثة زائد 6 9 طيب يبقى المقام المشترك هيكون 693 في أرقام كبيرة يبقى ده هيبقى السالب 693 نقص سالب 693 طيب 693 نتجة من ضرب إيه 3 ضرب 3 ضرب 7 ضرب 11 لو لاحظت 3 ضرب 3 ضرب 7 اللي هي 163 طيب محتاج أضرب في كام أنا ضربت المقام في كام زيادة عن 63 عشان تديني 693 ضربنا في كام 11 يبقى البسط يضرب في 11 يبقى دي كام سالب 88 80 طيب 693 هي 99 بس ضربت في حاجة زيادة اللي هي 7 واضرب 7 واضرب 7 ضرب 7 ب 49 سالب 88 زي ما هي على 693 وإشارتين سالب جنب بعض ذكر الوجه الصيني هتتحول موجب 49 على 693 طيب المقام المقام بقت متشابه هي ما فيهش مشكلة 693 الإشارات سالب 88 وموجب 99 هل هم متشابهين ولا مختلفين ممتاز مختلفين نجمع على نطرح 88 نقص 49 عندنا دي 9 هي بقى 39 30 على ومتاز 30 على 693 ومتاز 30 ومتاز 30 على 693 طيب هي دي أبسط صورة؟ لا مش أبسط صورة. ممكن نقسم على الثلاثة. فهتبقى سالب. لو أسامت تسعة وتلاتين تقسيم ثلاثة هتبقى تلاتاشر. ولو أسامت ستمائة وتلاتة وتسعين تقسيم ثلاثة هتبقى متين واحد وثلاثين. وده هتكون أبسط صورة. طيب زي ما اتعودنا دايما حاول توقف قبل ما تحل تحقق من فهمك. واقف الفيديو. فحاول تحل تحقق من فهمك بإيدك كده وحاول بنفسك. وبعد كده ارجع شوف الإجابات الصحيحة معنا. شوف أول سؤال فتحقق من فهمك. أوجد الناتج في أبسط صورة. سالب خمسة على ستة زائد سالب واحد على اثنين. زي ما تفقنا عايز تضرب المقامات في بعض ما فيش أي مشكلة. حابب ان انت تجيب القاسم المضاعف المشترك الأصغر ما بينهم ما فيش أي مشكلة. أي طريقة صح. بس في النهاية لازم تكتب الناتج في أبسط صورة. ده شرط في السؤال. طيب ما بين الستة والاتنين المفروض ان انت عارف. في بعض الأرقام مشهورة اللي انت درستها قبل كده فمش محتاج ان انت ادعب عليها. يعني الستة معروفة اثنين ضرب ثلاثة. طيب والتي اتنين هي نفسها الاتنين. المشترك اثنين. اللي مش مشترك تلاتة. يعني معنى كده اثنين ضرب ثلاثة ستة. يعني القسم المشترك كام؟ ستة. يبقى دي تبقى السالب ستة. تحت هنا ستة. هنا المقام ستة وهنا ستة. اتغير ما تغيرش يبقى البسط مش هيتغير. هنا اثنين والمقام ستة. تربنا في كام؟ في ثلاثة. يبقى بسط برضو هضرب في ثلاثة. بعدين بقت المقامات متشابهة. ابدأ بقى ارجع للدرس اللي فات. الاشارات سالب خمسة وسالب ثلاثة. متشابهة ولا مختلفة؟ متشابهة. نجمع على النطرح؟ نجمع. خمسة زائد ثلاثة؟ ثمانية. والستة في المقام؟ ودي سالب. طيب نبسط. الثمانية والستة قبله القسمة على؟ اين؟ ممتاز. تبقى اربعة على تلاثة. او عدد كاسرة تبقى سالب واحد. واحد على تلاثة. طيب. زائد ثلاثة على تسعة واربعين. طبعا لو ضربت اربعتاشر ضرب تسعة واربعين. يبقى انت بتقبر المسائل على نفسك. خلينا نشوفه المضاعف المشترك. اربعتاشر. كان في الكامية دين اربعتاشر؟ ممتاز. اتنين ضرب سبعة. في تبسيط تاني للسبعة والاثنين. لا دي عدد اولي. ادام وصلت العدد اولي يبقى انت كده توقف التحليل. تسعة واربعين. سبعة. ضرب سبعة. جميل. مم. مم. ألف. اول حالة المتشابه. سبعة. ضرب المختلف. سبعة. ضرب اثنين. سبعة ضرب سبعة. بتسعة واربعين. ضرب اثنين. تمانية وتسعين. طيب. يبقى المقام هنا تبانية. تسعين. ال اربعتاشر. ال اربعتاشر اللي هي كام سبعة. في اثنين. ضربنا بكام؟ في سبعة. ضربت المقام في سبعة عشان تبقى تبقى. انا تبقى ت بنEnt though 98. ضرب 14 في سبعة. ديتنا ثمانية وتنسعين. يبقى البسط يدرك في سبعة. سبعة ضرب واحد بسبعة. نفس الكلام. دسعة واربعين اللي هي سبعة ضرب بسبعة. ضربناها كام في اتنين يبقى. من تسعة واربعين لتمانية وتسعين ضربنا في اتنين. نضرب تلاتة في اتنين. يبقى ستة. تمام. المقام هيتغير? لا يفضل زي ما هو. تمانية وتسعين. طيب البسط. الاشراط ده موجب وده موجب. متشابه. يبقى نجمع على نطرح. نجمع. وسبعة زائد ستة تلاتة. تمام? نبقى انا عندي الاجابة. الاولى. ممكن تطلع معاك سالب اربعة على تلاتة. او سالب واحد واحد على تلاتة. والمقام هنا تلاتة عشر على تمانية وتسعين. نجي اللي بعدها. سالب خمسة على ستة عشر. زائد تلاتة على عشر. عايز تضرب ستة عشر لازم تكتب عدد اولية ستة عشر. اربعة ضرب اربعة. او الاربعة اتنين ضرب اتنين. الاربعة الاولى والاربعة التانية اتنين ضرب اتنين. طيب العشرة. اتنين ضرب خمسة. ميم. ميم. اول حاجة في عندنا مشترك. اللي هو ميم? اتنين. وبعد كده الغير المشترك اللي هو 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 5 لو ضربت 2 ضرب 2 ب4 و4 ضرب 2 ب8 و8 ضرب 2 ب16 16 ضرب 5 ب80 طيب يبقى المقامات المشتركة هتبقى 80 ال 16 ضربت في كام 2 ضرب 2 ضرب 2 دي 16 ضربت في 5 يبقى زي ما ضربت المقام في 5 البسط يضرب في 5 5 ضرب 5 طبعا بنفس الإشارة 25 طيب العشرة ضربت في كام عشان تبقى 80 واحد ممتاز ملاحظ كده حفظ جدولة ضرب قال ضربنا في 8 يبقى البسط يضرب برضو في 8 3 ضرب 8 24 نبدأ بقى نعمل عملية الدم والطرح ونقع على الإشارات المقام هيتغير لا هيتفتر زي ما هو طيب الإشارات هنا سالب 25 وموجب 24 متشابهة أو مختلفة مختلفة نطرح 25 نقص 24 واحد طيب الناتجة يا أستاذا يكون موجب أو سالب على حسب إشارة الكبير اللي هي سالب واحد لأن الكبير هي 25 20 يبقى ده نهاردة إزاي أجمع أو أطرح الأعداد النسبي ذات المقامات المختلفة نحن لازم نخلي المقامات متشابهة باستخدام المضاعف المشترك الأصغر أو باستخدام أنت تضرب المقامين بس الأرقام هيتكون كبيرة وبعد ما تخلي المقامات متشابهة تشوف البسط اللي هي بكام وتبدأ عملية الجامعة والطرح بناء على الأعداد الجديدة طالعا الجامعة والطرح إذا ما اتفقنا هو واحد نذكر بها بعض نجمع إذا كانت الإشارات متشابهة موجب موجب نجمع سالب سالب نجمع بنقول ناتج نفس الإشارة ولو كان مختلفين هنطرح والناتج يأخذ إشارة العدد الأكبر وإلى هنا ينتهي درسنا إن شاء الله وإلى اللقاء في الدرس القادم استكمال نفس الدرس شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته